ركزوا كثيرا على الجانب الاقتصادي وهذا يمكن أكثر ما يهم المواطنين والمعاشهم وما إلى ذلك ويمكن أن نذكر بعض النقاط هنا التي أتت بها المبادرة في الجانب الاقتصادي تحديدا تحدث يمكن هناك نقاط كثيرة يمكن أن أذكر منها يعني أكدوا على استمرار الدعم الحكومي للدواء والغزاء والكهرباء والدقيق وديها مسألة بتمس بشكل مباشر في حياة الناس هناك ارتفاع جنوني في الأسعار كان لابد أن يتم دعمها وكذلك هناك اتجاه لمنح حكومي للمواطنين بما يقارب العشر مليار جنيه وهي معفية من الضرائب وصاحب ذلك لأنه مثل هذا المنح السوق دائما ما يستجيب إلى النقود فهيكون هناك ارتفاع أكيد استجابة من التجار في أنهم يرفعوا الأسعار مقابل هذه المنح أو الزيادات لأن هناك أيضا زكروا جانب هيكلة الرواتب وزيادتها بما يحقق حياة كريمة للمواطنين ولكن كلنا نعرف مدى استجابة السوق للعرض والطلب بالنسبة للنقود وفي ذات الإطار يمكن هناك ستكون حملة كبيرة جدا لضبط السوق ومراقبة الأسعار في هذا الإطار يمكن أن نقول بأن هذه المبادرة في الجانب الاقتصادي ربما هي مش في إطار نقول المصالحة ولكن في رفع كاهل هذه الأزمة الاقتصادية عن كاهل المواطن البسيطة نعم